السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلو غلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرل القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تنسوا أني من اللايكات الحلوة وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلو الله أنا واحدة تزوجت وأنا صغيرة عمري 16 سنة تزوجت تزواج تقليدي يعني كان أبوي الله يرحمه متوفي وأمي عايشة أرملة وربتنا حنا أربع بنات فالعوائل اللي زي كده زي وضعنا يزوجون بناتهم بسرعة يعني تزوجهم الأم هم صغار فتزوجت وعشت مع زوجي يمكن قرابة 9 أشهر بعد 9 أشهر قال لي خلينا نسكن مع أمي فأمه ما كان فيها أي شيء كانت صغيرة بالسن وطيبة بس اتطرينا نسكن معاها يعني هي كانت تلح دائما تقول كذا قدام الناس يعني كانت تقول أنا أبغاها تسكن معاي أبغاها تجي معاي بس أنا حرفيا ما قد تكلمتني أني أسكن معاها يعني إذا تجمعوا الناس قالت تراني أعرض عليها تجي تسكن معاي وهي ما تبقوا تسكن معاي فإحنا من العوائل اللي زوجت الولد لازم تسكن مع أهله لكن أنا لا أمي كانت شارطة لبيت الحالي فالمهم أني رحت سكنت معاها جستي ممكن شهرين أول ما سكنت معاها بالأيام الأولى كانت تقول يعني أنا ما قاعدة أخذ راحتي في بيتي بناتي ما يجوني ما يأخذوا الراحتهم عيالي ما دروش فيهم عيالي إذا جووا لازم يتنحنحون المهم صارت تبدأ تضايق من وجودي أيام أنا كنت أدرس أول ثانوي أذكر ليلة من الليالي والله حتى كان عندنا مادة جغرافيا اختبار قالت لي واحدة من زميلاتي أباك تحددين معاي مادة الجغرافيا قلت لها أبشري فأنا والله كنت شاطرة مرة ممتازة في الدراسة وزميلاتي يعتمدون علي في الكتب والمراجع والمذاكرة وكذا المهم البنت اتصلت علي الساعة 12 في الليل جلست معاي إلينا الفجر أنا وياها نحدد الدروس يعني على أيام أول كان يحددون لنا المعلمات إنه هذا معاكم ومو معاكم هذا داخل بالاختبار وذا لا فأنا يوم كنت أحدد مع زميلتي كان منهج الكتاب مرة كبير يعني يحتاج له وقت فكنت أشوف عمتي راي حاجايا راي حاجايا أشوفها كذا من تحت الباب أشوف ظلها المهم في الصباح كذا ثاريها راحت نادت عمي وجمعت الرجال وجمعت عيالها ونادت زوجي قالت دي طلعونها من عندي هذه للصباح قاعدة تكلم الرجال ما ندري من تكلم أنا عندي بنت أنا عندي شغالات أنا خف عليهم من ذي السوالف الآدمية هذه تطلعونها من عندي أنا ما أبغاها يعني بس كذا اتهمتني فالمهم أنا طبعا ما كنت أدري عندي السوالف كلها جاء زوجي ما بين لي ولا شيء بس قال لي يعني يعني هو يعرفني هو عايش معاي سنة كاملة وعندنا بنت صغيرة وهو عارف أنه مظلمتني وعارف أني مستحيل أسوي هذه الأشياء وعارف أني أنا ذاكر دروسي وعارف أني زميلاتي يدقون علي كل هذه الأشياء ما تخفى عليه لكن ما بيلي ولا حاجة وأنا ما دريت عن اللي قالتها أمه الله والعمي والأخوانة فزوجي والله ابن حلال وطيب وأجود وما في زيه قال لي يا فلانا أنا أشوفك أنت في الغرفة هذي صراحة ما أحس أنك مرتاحة وأخواني رايحين جايين الشباب وزي كذا فأنا كنت ساكنة أساسا بالمقلط اللي كانوا معطيني إياه كانوا معطيني مقلط هذا المقلط مقابل مجلس الرجال فحرفيا ما في راحة ما في خصوصية إذا جوه لازم أقعد أقفل عن نفسي أربع ساعات خمس ساعات لن يروحون فقيت خلاص يعني اش تبا نسوي؟ قال أبا أخذ بيت صغير ونطلع قلت له أبشر اللي تشوفه طبعا ما دريت عن السالفة هذه ولا دريت وش صار وكذا زي ما قلت لكم ما أكلمني ولا بشيء بعدها عمي صار ما عاد يكلمني اللي هو ابو زوجي ولا يتواصل معي وصار إذا شافني كان يعني كأن كذا يشمئز مني يدقني بالكلام والهرج كنت أفهم دلش يا أطنش يعني ما علي فالي صار ونطلعنا عفشنا ورجعنا أثثنا بيت على قدنا وسكننا فيه من جديد عشت أنا وزوجي قرابة شهرين بعد شهرين أخذني وراح فيني يعني اذكر ذاك اليوم قالت عني طلال حديقة المهم جلس يسولف معاي قال يا فلانة أنا بسألك هذاك الليل أنت مين كنت تتكلمين المهم قلت أي ليل وأي دنيا وكذا قال مرة قعدت تتكلمين تتكلمين بالجوال مع مين كنت تتكلمين قلت آه قصدك هذاك اليوم لما كان عندنا اختبارات قاليه قلت أسولف مع واحدة من صحباتي المهم أني حتى قلت لا اسمها كنا نحدد اختبار وكان عندنا اختبار جغرافيا والمنهج مرة كثير وهي ما يعني محددة ولا شي طريت أني أخذ معاها وقت طويل فالمهم قال لي آه طيب ترى أمي قالت فيك كذا وكذا وكذا وحنا والله أنا طلعتك بهذا الموضوع قلت والله يا فلان قسم بالله أني أكلم واحدة من زميلاتي وموجودة وعايش وتبت تروح معاي الحين تسمع بنفسك منها قال لا يا بنت الحلال أنا عارفك ومصدق وواثق فيك والحمد لله نطلعنا في بيتنا وزانت أحوالنا وزانت مادياتنا يا رب لك الحمد لكن عمتي جلست مقاطعتني كذا مصدق الكذب اللي كذبتها كل من جاها قالت لا يعني فلانا والله فلانا نطلعناها من عندنا علشان كذا وكذا وكذا والله يسترنا بسترة ويستر بناتنا ولا تجونها ويحذروا منها لاحد يواصلها وتراها شبهة وتراها فإذا حتى راحوا يخطبون سألوا عني يقولون وين زوجة ولدكم قالوا والله زوجة ولدنا طلعت كذا وكذا وكذا وحنا ما نبغى يعني حتى لو بنتكم زوجناها ولدنا وصار فيه نسب بيننا وبينكم ما نبغى أتخالطها أبدا زوجي ما كان يعرف بسؤالي في الحريم هذه قل أنا ما لي بهوشات الحريم والسؤال في ذيب لكن كانت الأخبار توصلني ولا بصراحة ما عمري قلت تذمرت أنا ويا عايشين مبسوطين وفي بيتنا أنه خلاص يب كيفها تقول اللي تقوله يعني الله حسيبها يسر الله أمور زوجي وترقف وظيفته قدرنا أنا ويا نجمع مبلغ صغير اشترى لنا بيت ملك فلما نطلعنا حنا ببيت ملك تعالوا عتشوفوا أم ما شو سوت فيني قالت عني أنت يا الساحرة صرت الحين يعني تطورت صرت يعني من مستوى القذفل وساخة وانتو كرامة طلعت لفل أعلى يعني صرت ساحرة واني سحرتها والله لو ميه ساحرتها كان طلقها من أول وتقول كلام وتحطه في ظهري في ظهر أهلي حسبي الله ونعم الوكيل فوالله على كنت يعني كثر ما أواجه منها ما كنت أشكي لأحد أصلا ما كان عندي أحد شكيله كنت أقول بس أحسبي الله ونعم الوكيل ولا حوله لقوتي إلا بالله يعني ش أسوي ما بيطلع بيدي شي كنت أقول بنفسي ذي غيرت حريم وتمشي وذي تعتبر يعني أم عيال وجدت عيالي وأبو زوجي أم زوجي فما لنا غنى عنها فكنت أجيها وأواصلها إذا مرضت إذا دخلت مستشفى والله العظيم أني أروح أخذ لها من أحسن الهدايا وقهوتي في يدي وأروح لها وإذا جاء العيد أروح أعايدها وأرجع مع أني كنت أشوف منها أسوأ أسوأ التصرفات وأسوأ المعاملة لكن زوجي كم قويني كنت أعذرها لأن أشوف تصرفات زوجي معاي يعني زي ما تقولون زوجي حلم كل وحدة أن زوجها يكون زي زوجي والله العظيم يعني ما شاء الله لقوته إلا بالله تخيلوا لأن درست عنده الثنوي راح أخذ ملفي دخلني بنفس الجامعة جلس معاي من الساعة 6 الصباح لين 12 ونص الظهر عشان أسوي المقابلة ها فلانا انقبلتي وكذا كان داعم لي دايما يجيب لي كيكة إذا نجاح دايما يحتفل فيني بأبسط نجاحاتي زوجي ما كان إنسان عادي فالحمد لله مرت أيامنا لين جايون كنا قاعدين على العصرية كذا وطالعين يعني وحاطين قهوتنا ونتقهوة وحنا وعيالنا ببيتنا ما في حسن منا في الحوش دقت عليه أمه قالت تعال يا فلان ها سمي أمه اشتبين وكذا قال تعال أنا خطبت لك فلانة وترى دفعت مهرها مقدم بكرة تجيني لا تفشني من الناس وكذا طبعا هي كانت دايما تقوله تزوج كان يقولها يوم أنا ظروفي مادياتي ما تسمح لي أني أفتح بي الثانية ليش أظلم بنت الناس معاي فأنا ما أقدر معليش فهي ما شاء الله كانت مادياتها جدا ممتازة عندها عماير جنب الحرام تأجرها بالملايين تبارك الله كانت تقول أنا بتفع أنا بسوي أنا بحط يقول لها لا أنا ما أبغى كنا نداريها بالكلام بس يعني عشان غضب الوالدين ودعاء الوالدين من باب يعني من هذا الباب لكن الآدمية فعلا كانت تسعى في خراب بيتي بشكل ما تتخيلونا أنا ما أدري إيش سبب الكرة لكن الحمد لله مشت حياتي أنا وياه من أحسن ما يكون تخرجت من الجامعة بامتياز واحتفل فيني وعشت أنا وياه أحسن حياة لين فجأة يوم من الأيام فجأة كذا جاء جلطة بالدماغ يعني تعب تعب بشكل ما تتخيلونا ولدرجة أنه تقاعد من العمل صار إيش صار سهلة حتى أني يلعب بعقله الأشياء اللي كانوا أول يحرضون عليها يوم كان طيب ما كانوا يقدرون الحين صار بسهولة يقدرون روح قل لها روح سبها روح سوي لها فعلها فيجيني والله المهم كنت أتحمل وأصبر أقول يلا ما علي يا بنت بيتعافى بيأخذ أدويتها فأنا كنت متوكلة على الله سبحانه وتعالى عارفة أن ربي ما حيظلمني وإني إذا ما لقيت جزائي بالدنيا بألاقيه بالآخرة الحمد لله يعني أحوالنا المادية صارت فوق الريح الحمد لله يعني ملكنا بيت وملكنا مزرعة مشروع استبل خيول وامتلكنا أراضي وامتلكنا ثلاث سيارات يعني ربي يفتح عليه من كل جهة هو الوحيد من أخوانه اللي يملكون بيته ويمتلك أشياء باسمه المهم بعد ما جته الجلطة بدماغه سبحان الله بعد يعني تعب أبوهم بأسبوع تقريبا أو بكم يوم فجأة أطفال الأربعة كلهم تحولوا من أطفال طبيعيين إلى أطفال معاقين والله العظيم أني أنيمهم بالليل واحد وراء الثاني طيبين ومتعافين في الصباح أقوم ألقاهم كذا داخلين كأنهم زي اللي داخلين غيبوبات أروح أشيلهم من السخونة وأوديهم من مستشفى قالوا لي التهاب بالدماغ التهاب سحايا إعاقة المهم كانوا يقولون لي خلاص سلمي أمرك لله في الأربعة كلهم فجلست يعني صبرت قلت يلا هذه قدرة الله وهذه إرادة الله الحمد لله باش يسوي فبعدها زوجي صاروا أهلي يأخذون عندهم يعني هذه كل فترة توفت أمه فأخذوا أخوانا يعني كانوا حافظين حتى وصايا أمهم سووا بها كذا فعلوا بها كذا ذي ساحرة هذه اللي حنا لاقينها كذا كانت أمهم حفظتهم يعني جدول معطيتهم اش يسوون فيني كيف يدمرون حياتي فالمهم مسكوا أخوهم عندهم اللي هو زوجي واقنعوني أنا واحدة ما أصلح وإني أنا واحدة مدرش فيني وإني لازم ينفذ وصية أمه اللي هي يعني لازم يتزوج عليه ولا يطلقني فراحوا وخلوا يدق علي على المغرب كذا وأنا كنت أسمع جوالي يدق رديت قال فلانا قلت إيوه قال أنت طالق من طبعا زوجك طلقك اللي يدق مو زوجي قلت مين أنت قال أنا أبو فلان أخوه يا ربي غريبة ش السالفة بيني وبالنفسي أصلا أنا أقول والله العظيم مو وقتك يا أخي أنا وين وانت وين بكرة موعد ولدي فلان بالمستشفى يعني كذا سولف مع نفسي بيني وبالنفسي ما أهمني الطلاق قسم بالله ما أعد علي الفترة هذه أنا كنت أمر بحالة اكتئاب صدمة نفسية بسبب مرض عيالي جلست ثلاث سنين ما أطلع برى البيت قسما بالله مشغولة فيهم واحد على طيادويته واحد على الجهاز واحد أبر ومعني فاضية كأني أقول له يعني أنتش تقول يعني مو وقتك بكرة موعد فلان مو عيدهم حتى مو عيدهم كانت في مناطق بعيد اللي بجدة اللي بالرياض يربي ش السالفة هذول مين اللي قاعدين نشتغلون علينا هذول مين يعني من اللي قاعد يقنع ان يطلقني بذل وقت المهم بعدها بساعدك جوالي برضو رقم غريب أنا قفلت في وجه المرة الأولى السلام عليكم انت فلانة بنت فلان ورقم هويتك كذا وكذا وكذا قلت نعم قل معاك مكتب المحامي فلان الفلاني انت مرفوع عليك قضية انك انت سارقة زوجك مليون ريال قلت نعم قل مرفوع عليك قضية وبكرة لازم تحضرين للنيابة أول جلسة تعرفون لما يجيكم شعور ضحك استيري أنا خلاص صار فيني برود يعني اللي جاني كذا شبه جنون واقسم لكم بالله قفل السماعة قد اضحك يا رب ايش السالفة ذول يسون فيني مقلب ولا ويش أنا لي ثلاث سنوات شبه جثة من اللي طامع بجثة أنا ما قضريت أحد أنا ما لي أعداء عشان أفكر أقول أكيد إن فلان ولا فلانة ولا علان هو زوجي مريض جلطة دماغ وبعدها صارت القدرات الإدراكية بسيطة فصار سهل جدا أن يتلاعب فيه مو زوجي مستحيل مو زوجي المهم بعد ما طلقوني دقوا على أخوي قالوا روح خذ أختك فجاني أخوي بعد نص ساعة قال يلا فلان خذ غراضي قلت وين فنأخذ غراضي وين أروح انت شايف الوضع طبعا أخوي هذه الفترة هو اللي واقف معاي هو يوديهم مستشفياتهم وكذا وعارف حالتهم عارف كل شي شايف عيالي قلت انت شايف عيالي صح فين أروح وأخليهم صغار أربع سنوات ثلاث سنوات مريضين فين أروح فين أطلع علمني معليش أنا ماني طالعة أطلع والله لا أخذهم معاي لكن وين أخليهم قال أنا ما أبغى شي مس كرامتك ولا باحد يقول عنك شي وزي كذا لازم تطلعين معاي قلت والله السموح منك أنا ما أقدر أطلع شبر من بيتي وعيالي كذا أنا لو يتأخر الدواء عن واحد نص ساعة وقسم بالله انتكس ممكن يموت صرت ملازمة هذه الفترة لسورة البقرة وكان يقيني بالله قوي 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 الحمد لله كان عندي شعور لا إراديا كذا أنه تمر من قدامي يعني سبحان الله آية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كذا الآية تجب بالي قسم بالله حتى لما نسكر معايا هذاك المحامي الآية تجب بالي وأنا أضحك ضحك هستيري يعني سبحان ربي اللي رافع القضية واحد من أخوانه موصيته أمه طبعا موصيته أني واحدة مجرمة أني لازم انتقمون مني وأني ساحرة المهم لما رحت للنيابة ورفعت أدلتي هو طلقني بالليل كانوا حاطينه يعني عندهم بالمزرعة وحاطين حوالينه عمال يراقبونه عشان ما يطلع يمسكوني يعني إذا طلع علشان ما يجينا ولا يتواصل معا الجوال معاهم وحالته حالة وحالته مخص منه يعني فيه تفاصيل دقيقة قسم بالله لو أقولها تبكي الحجر شي مرعب بعدها ما أدري كيف طلع زوجي وجاني يعني هو حنون والله ما في زيه يعني تخيلوا كان يجيب الخوبز والعصيرات والأكل للعيال يحطها عند الباب ويروح فمع كثرة التحريش يعني لسه باقي بقلبه حنية علينا كان يوم جمعة جاب الفطور وجايب معاه تميس قبلها راح للشيخ أمام المسجد وقال له يعني أنا طلقت زوجتي البارح وأنا كذا وكذا قال له يعني أن العذر الشرعي معاي يعني هو عارف أصلا أن كان معاي عذر شرعي قال أصلا ما تطلق زوجتك خلاص أنت البارح يعني هذه مدة قريبة جدا يمديك تروح تراضيها وتصالحها وتراجعها تخيلوا جايب التميس والفطور والحليب وكذا ويا عيال بعدين جاني جلس قال أنا اللي البارح يعني والله العظيم ما أدرك كيف صار سامحيني عليه وكذا تكفين وأنا طالبك طلبة وعلمني كل التفاصيل هذه طلعوا منهم موقعين وعلى أوراق وماخذين كل حلال أنا سرقوا كل شيء الأسطاب للأراضي السيارات البيت كل شيء راح يوم جاني يوريني صور الأوراق قال قلت هذه الأوراق مبايعات انتو شموك عليش مبصم قال والله العظيم اني ما أدري هم وقعوني عليها البارح كلها المهم ان كل الحلال راح ما بقى معان لسيارتين سيارة العائلة وسيارة دباب يعني يشتغل عليها كان وقت الفراء بعدها لما نجاني قال لي تكفين يعني نبغى نرجع نعالج عيالنا لكن نسمع فلانا أنا أبغى أطلع من ذي الدير طلعيني أنا أبغى أطلع ما عدا أبغى يعني أجلس فيها قلت كيف نطلع أنت ما عندك حتى ولا هللة أنت واحد مسروق وحالتك حالة حتى بنك الراجحي يعني راحوا ساحبين قروض وديون وحطينها عليه قالت كيفين يا فلانا أنا خلاص انتهيت قتبت أبشر لكن القضية اللي رفعت علي أنت ما لك دخل فيها أنسجن أنا واحد من أخوانك ينسجن فيها أي أنت ما لك دخل فيها سبحان الله أنا كان عندي إحساس أن الله بينصرني ويدمرهم بسبب القضية كيف مدري يعني لكن كان عندي يقين فاللي سوى فيني كذا يعني كان عندي يقين أنه اللي حيتدمر قال لي افتحي تطبيق عقار وشوفي أي مدينة بعيدة تبعد عنا 800 كيلو ولا 1000 كيلو المهمنا نسكن فيها كيف طب نروح بعيد وحنا هنا أهلنا وربعنا هنا كيف أشيل أطفال كلهم مريضين وين نروح قال لنا أبي هج أنا تعبت أنا شوف حلالي قدامي مسروق غير كذا الشماتة قتأبت خلاصة بشر خلينا نطلع يعني ربي بفرجها علينا بس إنا بنطلع والله العظيم أني فاتح التطبيق ورحنا بيعنا السيارة اللي معانا وجابت لنا الحمد لله مبلغ كويس يعني يغطي الإيجار يغطي الطلعة كلها والله ونطلع من هذه المنطقة اللي أنا كنت ساكنة فيها ما حد يدري عنها تخيلوا اليوم الثاني بيتنا يندق باب وما في أحد جوا يدورون يدقون فينك نبغى نكمل القضية نبغى نرجع نكمل المؤامرة أنا بغن نسجنها مدري إيش ما في أحد بالبيت فالقضية أنا كمنتها يعني أنا بعد ما جاني جلست أبحث عن أدلة براءتي بجواري لما أعطاني إياه فلقيت من 6 أشهر تخيلوا مقاطع مسجلة بإسمه وبصوت هذا الشخص اللي يدبر ويسعى ويخرب من كثر تدبيره غبي قاعد يسجل خطوات أعماله وش سوه وش بيسوي وش بيخططون وش بيحط يقوم يرسلها للقروب حقهم فأنا قمت أخذت هذه المقاطع كلها حولتها على جوالي خليتها اليوم القضية المهم أننا الحمد لله سكننا منطقة جديدة وأثثنا بيتنا وسكننا يا رب لك الحمد ودبرت مشروع صغير فأنا من النوع اللي حب الطبخ والحمد لله ربي معطيني مهارات في الطبخ فتحت مشروعي وفتحها الله علي مشى المشروع وأبدعت فيه وصار لنا دخل نسيت أقول لكم يعني تخيلوا أول ما سكنت شفتم أولادي هذولا اللي ياسم منهم الدكاترة كانوا يقايلين لي حتى حطي أنبوب بأنفة واحد من أولادي ليتغذى عن طريقه خلاص اغسل يدك منه يعني حرفيا نشيله معاق معاق والله العظيم ثاني أسبوع أنه يمشي ويتكلم ويلعب من سكننا في البيت الجديد سبحان الله قسم بالله ان جارتي بعد ما سكن جات زارتني جارتي الحين تقول يعني لو ما كنت أنا شايفته والله ما أصدقك فالحمد لله يا رب لك الحمد أخوان الثانين كلهم رجعوا طبيعيين طبعا تعبوا دائما أشوف رؤى وأفسرها يقولوا لي سحر سحر بس والله ما أبغى أظلم أحد ولا أبغى أحطه في ذمتي يعني أنا أقول لنفسي خلينا أروح أنا عند ربي وأنا نظيفة ما رح أقول سحر ولا أروح أقول لنهم سويين لي شيء يعني أنا عارفة أنا ماني ظالمة أكون مظلومة ولا ظالمة أقابل ربي فالمهم حنا انتقلنا من الغربية للقصيم المدينة اللي اخترناها هي القصيم وكان الصراحة اختيار موفق لنا فتحت مشروعي لا قوة إلا بالله ومشى وضبط تخيلوا القضية لما جاء يومها كانوا اللي يدبروا للمكيدة أخواته كانوا يدقون على الناس يقولون يا الله ترى فلانا شوفوا ربي بينصر أمي عليها بتنسجن كانوا مجمعين الناس فبالجلسة انحكم عليه هو وانسجن يوم اني رفعت الأدلة كلها انصدم وانفجع انه دي كيف جابتها من وين جابتها وقعد ينكر داموا صوتي وكذا المهم أخضعوا للنياب العامة وأخضعوا الجهاز البصمة الصوتية وجابوا له فرقة كاملة من الرياض لين انسجن هو تعالي يعني مجمعين عمامهم قرائبهم جماعتهم الناس الدق علي يا فلانا انت بتنسجنين انتي مسوية كذا انتوا يقولون انك مسوية كذا وكذا فالحمد لله عدت كانت تعتبر عاصفة وراحت يا رب لك الحمد عيالي طيبين وزوجي يعني لما جيت القصيم عالشته لما صارت القضية وخلاص الحمد لله كسبتها والله العظيم الجماعة انهم صاروا يبحثون عن أرقام أعمامي أنا غريبة منهم يعني أهلي غريبين يعني أنا ما لعلاقة فيهم صحة أعمامي وكذا بس ما لعلاقة فيهم انهم يطلعون أرقامهم من تحت التراب يقولون خلوها تتنازل تكفون حنة بنعطيها وبنحط لها وكذا قلت لا والله العظيم لأخليهم زي ما هم خلينا الناس ينتظرون سجني أنا أبغاد الناس هذولا كلهم يشوفون يعني كيف ينسجن ومين اللي ينسجن كان بإمكاني أخذ مبلغ وقدره ويطلعه براءة وأسامحة وطلعنا براءة بس كنت أشوف الناس يعني أبغاها تشوف نهاية الظلم وللأسف أنه حلال أنا والله ما رجع رحت وبحثت وكذا وقالوا لي روحي للمستشفى جيبي ورقة على زوجك إن الجلطة أثرت على قدراته مدري إيش والقضاء بعدين يحكم لك قلت له والله ماني بعد هذا العمر رايحة أسحب وأطلع عليه ورقنا كذا وكذا عز علي خلاص الحلال راح والأملاك راحت لكن إن شاء الله بإذن الله عوض ربي فيها جميل أحيانا سبحان الله ما ندري من يكيد لنا ولا من يحيك لنا فأقسم لكم بالثلاث سنوات هذه عشت حالة اكتئاب حاد مرابطة لعيالي مستشفيات تعالجهم أخوات يجون البيت ينظفون البيت يسول لنا أكل والعيال يروحون فهذون استغل الفرصة جلسوا يدبرون المكايد أنا الحين والله عاجز أني أسامح أمه صاح أنها ماتت لكنها ظلمتني الآن أنا بالقصيم وفاتحة مشروعي وحولت مشروعي إلى مطعم سحابي من بيتي اشتركت مع التطبيقات والتوصيل وأنا الحين الحمد لله بخير وعيالي يا رب لك الحمد أهم شيء عندي أني يعني رجعوا طيبين وطبيعيين بسم الله عليهم قسما بالله أني دائما أوكر ربي في أموري كلها ما أخطي خطوة إلا أقول حسبي الله ونعم الوكيل فتوكلك بالله ويقينك بالله هو عمود حياتك كاملة فأنا أقول دائما ربي معي حتى إذا يعني في الدنيا ما أستجاب دعائي ما عليه دعائي أبلقى بلجنة بإذن الله مشاكلي كنت أحلها بنفسي مشاكلي مع زوجي ما كان يعني فيها ذاك المشاكل مع زوجي كنت دائما أحتويه حتى يمرض كنت أقول يا رب والله العظيم أني أتحسف على هذه الأشياء البسيطة اللي تصير بيننا يعني تعرفون يجي بيننا هونشات مشاكل بسيطة كنت تحسف عليها يوم مرض أقول يليت يعني يرجع عادي يليت يرجع بصحته وكنت ما أتخانق معاعد بالله يعني الوحدة إذا توفى زوجها ولا مرض ولا طلقها تشوف الأشياء هذه اللي كانت تتخانق عليها ولا تتهاوش معا أنها توافه ففعلا سبحان الله توافه يعني أحيانا الشيطان يكبرها بس بعقلك بس يوم يجي شيء أكبر تحسين فعلا بأنه هذه ولا شيء عندي المصيبة اللي جات فإياكم والظلم لأن عقابه في الدنيا قاسي والآخرة أشد قسوة وألم إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أن أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم أستودعكم الله